الواصل بين بايدن ونتينياهو يفتح من جديد محادثة هاتفية وصفتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جونبير بالمباشرة والبناء بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حول سؤال عن مضمون المكالمة عقب بايدن بأنه لم يتحدث مع نتينياهو عن عاصفة فلوريدا لكن بايدن تحدث مع نتينياهو عن عاصفة من نوع آخر حرب محتملة في الشرق الأوسط وفق تأكيد البيت الأبيض الطرفان بحث أمر تهديد إسرائيل شن هجوم على إيران يكون مفاجئا ودقيقا وقاتلا بحسب وصف وزير الأمن الإسرائيلي قدرتنا على الهجوم قوية جدا وكما فعلنا حتى الآن في الحرب في جميع الجبهات من يهاجمنا فسنهاجمه وسنجبي منه الثمن هجومنا سيكون قاتلا ودقيقا ومفاجئا ولن يفهموا ما حدث وكيف حدث وسيرون النتائج يواف غالانت الذي اضطر لتأجيل زيارة مبرمجة إلى واشنطن بعد أن منعه نتنياهو من الصفر عبر عن استعجال تل أبيب هجومها على إيران في وقت تتحدث فيه تقارير أمريكية نقلا عن إدارة بايدن عن ضرورة أن يكون الرد مدروسا بعيدا عن تعنت نتنياهو المسجل في عمليات أخيرة عسكرية أو استخبارية فاجأت واشنطن بحسب موقع أكسيوس الأمريكي معادلة الرد بالرد تدرك واشنطن جيدا مدى خطورة مآلاتها وهو ما يجعل من مرافقتها لقرار تل أبيب أمرا لا مناصة من تحقيقه